بنجدد ترحيب بحضرتك سعادة موجودك معنا وزي ما انت طبعا متوقع عندنا تفاصيل كتير اوه عايزين نتكلم معاك فيها تخص الماتش اللي فات واللي اصدقه يعني ابتدت بقى تتوالى يعني خلال الكم ساعة اللي فاتت حتى بما فيها الاصوات اللي بتطالب باجراء تحقيق ان يعني ازاي فريق زي النادي الاهلي ما بيصرفش عشرة في المية من اللي احلى بنصرفه عشان يجيب نجوم عالميين ويعمل فينا اللي تعمل ده ما معناه يعني بصيغة او باخرى فرؤيتك للواقع ده ايه لا هو الاهلي طبعا عمل زلزال في كاس عامل الاندية طبعا دي مش مبلغة دي حقيقة فعلا لان النادي الاهلي لو جدنا نتكلم على اربع يعني مش عايز اقول مكاسب ولكن يعني بقدر ما هي يعني نتائج وصلنا لها بعد مباراة تحاد جدة انت اولا ظهرت شخصية ندي الاهلي شخصية ندي الاهلي اللي الناس كلها تكلمت وتحدثت خلال المباراة الاخيرة اين شخصية الاهلي واين قوة النادي الاهلي والاهلي بيتعادل الاهلي بيتراجع الاهلي بيخسر الدول الافريقي الاهلي بيخسر بتلطين في اقل من شهر مع كمان التحاد العاصمة الجزائري في كاس السوبر اين الاهلي واين شخصية الاهلي فظهرت شخصية الاهلي في المواقف الصعبة كالعادة الاهلي هو كان نجم الشباك في كاس عامل الاندية لانه خلف مش عايز اقول كافة توقعات ولكن معظم التوقعات كان في رأي عام وإعلام سعودي غير طبيعي طبعا ما تحت جده حقهم طبعا حقهم حقهم أولا في السعودية أن هم يقفوا خلف فريد تحت جده حقهم أن هم يحلموا أن هم يصلوا لنصف نهائي كاس عاملة أندية ومن ثم نهائي كاس عاملة أندية حقهم بعد الفلوس كتير قوي الملايين اللي دفعت فيه اللاعبين عايز أقولك أن القيمة تسوقية للعبي تحت جده ثلاث أضعاف قيمة تسوقية للعبي نادي الأهلي وفابينيو طبعا برازيلي كان متصدر هذه القيمة فصعب جدا الكفة هنا صعب قوي أمام النادي الأهلي ولكن بوعبع إفريقيا ظهر ولكن الأهلي نجح أنه هو يظهر شخصيته أمام العالم مش اتحاد جده فقط فده أول مكسب عودة شخصيت الأهلي أمام العالم مش أولا أمام الجميع بقى ولا أمام الإعلام ولا أمام فدور المصري ولا لا لا خالص ده أمام العالم ده رقم واحد رقم اتنين مرسل كولر يا جماعة هذا المدير الفني اللي واجه كم وسيل من الانتقادات غير طبعية تماما كذا مرة قلنا أن كولر مدير فني قوي جدا كثيرا جدا تحدثنا وقلنا أن كولر بيواجه ظروف صعبة جدا مع النادي الأهلي عليكم أن تستوعبوها كثرة البطولات تعاقب المباريات الإجهاد لللاعبين الإصابات الصفقات كلام كثير جدا الراجل قدر أن هو يظهر شخصيته عن مستوى تيكتيكي وعن مستوى الفني وعن مستوى الخططي أبهر جمهور الأهلوية وصدم العالم في هذه المباراة لأنها كانت مباراة صعبة قوي ده تاني شيء تالت شيء طبعا كان مهم هي لاعبي النادي الأهلي اللاعبين دول اتهجموا الفترة الأخيرة بشكل شرس اللاعبين دول اتهم البعض منه أنه خلاص ما يلبس تيشيرت النادي الأهلي ويرحل عن النادي الأهلي الكل ظهر بشخصيته وكهرباء ظهر إمام عشور رجع حسين الشحات أبهر الجميع بهدف عالمي إنه شطى بكورة مين؟ وتقال على حد معين إنه شطى بكورة آه طبعا وخلاص بقى وقصة انتهت وأثبت العكس طبعا وبرسيتاو اللي أنا تحديدا رهنت عليه من أين ما جبه المسلماني وقلت إنه هو جناح طائر غير طبيعي طب مش هتراهن على مودست؟ مودست لا لسه أراهن على إيه راجل مليو 80 ثانية خارج خط هرض يعني أراهن على إيه ده هو يعمل إيه برد راجل أعول إيه ولا حظه بس هو الوحش في ناس خذها وحش خلينا مسكين لسانة طيب حظه يعني خلينا مسكين لسانة هو حظه هو حظه مش هنسيب ألا عافية مش هتسيب حاجة أنا عايب أنا عايب أنا جاي أنا جاي وعمل حسابي أنا عايب الحسابي الملف ده والاسم ده وكل دماغ كتير بالأهنوية طبعا يعني سيء الحظ خلي مودست رميج نتكلم عنه عشان ده حالة خاصة وحنهكي عنها وهنتحك وهنتكلم كل حال فطبعا وبرسيتاو أفضل لاعب في إفريقيا طبعا دلوقتي داخل القرى وأثبت ذاته بشكل رائع إبداع مع النادي الأهلي عشان برد بس على كل الناس إنت بتكلم إزاي وبرسيتاو إيه وصفقة فشلة ولازم يمشي لأ يا جماعة جناح طائر رائع جدا قثرت الإصابات كانت مشكلة عدم تركيزه وتركيز الإعلام عليه كان مشكلة بشكل كبير جدا لكن لما سبت الراجل يلعب ولما الراجل بدأ يبتعد عن الإصابات لما توظف بشكل سليم ومحترم داخل الملعب قدر أنه هو يوريك إمكانياته فالأهلي أبدأ على مستوى اللاعبين داخل الملعب بالمناسبة أجي الرابع جزئي وديه الأهم الجماهير يا جماعة إيه ده تحس أن أنت فشتادك طاهرة بجانب ده ده كان أنا ما حسش أن أنا في السعودية ما حسش أن أنا بلعب مع أفري منافس بلعب على أرضه لا ده أنا مرعب في الملعب ومرعب في المدرجات ومرعب على مستوى الجماهير وكل ريامة نادى هو ونجوم النادي الأهلي أنهنا نفسنا نشوف الجماهير بهذا الشكل وده اللي حصل فطبعا ده باختصار اللي حصل في مباراة اتحاد جدة وأهم النتائج اللي وصلنا له